اتخذ أبناء مدينة تعز من الطبيعة متنزهات يلجأون إليها لقضاء إجازة العيد والمناسبات مع أسرهم فحرب وحصار ميليشيا الحوثية على المدينة ضيقت عليهم حرية التنقل والتنزه هنا في وادي الضباب جنوب غربي المدينة تتزحم الفرحة تحت الأشجار ووسط الرمال لتختلط أصوات الأطفال بزقزقة العصافير لا يوجد منتزهات كثيرة المنتزهات بمحافظة تعز قليلة جدا تعرف أنه الحدائق والكبارة بالحوبان والحصار على تعز فما نقدرش نروح أي مكان بقضباب يعني زي ما تقول المتنفس الوحيد لكل سكان تعز يحتفل أبناء تعز بالعيد في مدينة حولتها الميليشيا منذ ثماني سنوات إلى أشبه بسجن كبير بفعل حصارها بقناصيها وألغامها المزروعة في الطرقات والأحياء في محيط المدينة يتقسم أبناء تعز المتنزهات والحدائق ليصعد البعض إلى جبل صبر يرمقون من إطلالته ملامح جمال مدينتهم لحظات إصرار على البقاء تتجلى من خلالها ملامح الفرحة على إيقاع من الطرب الشعبي الأصيل كل يغني مغناته ابتهاجا بالعيد فتتدفق الفرحة من هنا محلقة في سماء المدينة لتحط في أرواح زوار الجبل وآخرون اتخذوا من منطقة الضباب منتجعا سياحيا تهفو إليه الأرواح لقضاء ساعات في حضرة الطبيعة الخلابة التي تكسوه من كل حدب وصوب عدم إلزام ميليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة الحوبان أثر على حياة الناس هنا في مدينة تعز حتى في أيام العيد حيث لجأ السكان إلى الجبال والوديان لقضاء فرحة العيد وإجازة العيد المنشودة التي أملون أن يعيشونها منذ ثمانية أعوام حين شنت الميليشيات الحوثية حربها على مدينة تعز عبدالعز الدمحان يمن شباب من منطقة الضباب بمحافظة تعز